السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا في الجزء السابق من هذه الوحدة الأولى أنه لكي يكون الجسم الكبير في حالة اتزان يجب أن يتحقق شرطان أولهما أن تكون محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي صفر وثانيهما أن تكون محصلة العزوم المؤثرة على الجسم تساوي صفر ولذلك سنرى الآن في هذا الجزء من الوحدة كيف نحسب عزم الدوران الناتج عن قوة ما طيب نفترض أن قوة واحدة F تؤثر على جسم عند نقطة P فإذا كان R هو متجه الموضع لهذه النقطة بالنسبة لنقطة الأصل O كما بالشكل التالي عندئذ يكون عزم الدوران الناتج عن القوة حول النقطة O يعطى بالمعادلة التالية طو يساوي R مضروب ضربا اتجاهيا في المتجه F يعني طو هذا عزم الدوران الذي نبحث عنه هو حاصل الضرب الاتجاهي للمتجهين R و F نعيد مرة ثانية أنه R هو متجه الموضع الذي يحدد أو الذي يربط نقطة الأصل بالنقطة P التي تؤثر فيها القوة طيب وحاصل الضرب الاتجاهي يعني أن المتجه طو يكون عموديا على المستوي الذي يضم المتجهين F و R يعني لما نضرب R في F ضربا اتجاهيا فإن المتجه الناتج طو بالضرورة سيكون متجها عموديا على هذين المتجهين في نفس الوقت ولكني نحدد الاتجاه يمكن استخدام قاعدة اليمنى في تحديد اتجاه المتجه طو كيف ذلك؟ بضم أصابع اليد اليمنى في معد الإبهام في اتجاه الحركة التي يمكن أن تحدثها القوة المؤثرة حول المحور المار بالنقطة أو بالتالي يكون الإبهام مشيرا إلى اتجاه المتجه طو الذي هو عزم الدوران في حالتنا هذه سيكون هذا المتجه طو إلى خارج الصفحة كما رأينا بالشكل السابق طيب هذا إذا أثرت قوة واحدة على الجسم فماذا إذا أثرت مجموعة من القوة؟ كيف سنكتب الشرط الثاني للاتزام؟ إذا أثرت مجموعة من القوة كما بالشكل التالي على جسم ما فإننا نوجد محصلة عزم الدوران لجميع القوة حول محور اختياري ونفترض أن الدوران في اتجاه عقارب الساعة سالب وفي عكس اتجاه عقارب الساعة موجب هذا اتجاه اختياري طيب كيف يكتب الشرط الثاني للاتزام؟ أول شيء خلينا نلاحظ أن القوة F1 وF2 وF3 وF4 وF5 القوة المؤثرة على هذا الجسم نلاحظ أنه إذا كانت هذه النقطة هي نقطة التي يمر منها محور الدوران فإننا نلاحظ أن هنا أن القوة F1 تؤثر عند نقطة الدوران وبالتالي إذا أردنا أن نكتب عزم الدوران T1 يساوي R1 في F1 إذا حبينا نعرف المتجه R1 هو متجه الموضع الذي يربط نقطة الدوران أو بالقوة F1 فنلاحظ هنا بكل بساطة أنه R1 يساوي 0 وبالتالي فإنه T1 يساوي 0 أي وهنا ملاحظة مهمة جدا أنه كل قوة تؤثر عند نقطة الدوران لن تؤدي إلى عزم دوران طيب إذا سنستثني T1 وتكون بالتالي محصلة العزوم تساوي 0 هذا هو شرط الاتزام إذن R2 في F2 هذا الطاو 2 زائد R3 في F3 هذا الطاو 3 زائد R4 في F4 هذا الطاو 4 زائد R5 في F5 هذا الطاو 5 يساوي 0 إذن سنحسب R2 في F2 بنفس الطريقة اللي شفناها قبل شوي ضرب اتجاهي بسيط جدا R3 في F3 R4 في F5 إلى آخري إلى آخري كيف نوجد الإشارات بالنسبة لهذه العناصر المكونة لمحصلة العزوم إذا كانت دوران في اتجاه عقارب الساعة سنأخذ إشارة سالبة وإذا كانت دوران في الاتجاه عكس عقارب الساعة سنأخذ الإشارة موجبة وكيف نعرف اتجاه الدوران؟ لما نقول R2 في F2 فإن المتجه R2 يدور في اتجاه F2 هل تنشوف مثال بسيط جدا إذا كان هذا مثلا سنأخذ مثال R3 مثلا هذا هو R3 بالتالي هذا أيضا هو R3 مع المحافظة على الاتجاه والمقدار إذا ضربنا R3 في F3 فإن الدوران سيكون في هذا الاتجاه وبالتالي حسب الاتجاه الاختياري سنأخذ إشارة سالبة عفوا موجبة بالنسبة لحاصل R3 في F3 وهكذا دورانيك بالنسبة لكل الأجزاء الأخرى طيب سننهي هذا الفصل أو هذه الوحدة الأولى بمفهوم بسيط جدا هو مفهوم الازدواج وقبل ما نعرف مفهوم الازدواج يعني متى يكون الجسم في حالة ازدواج خلينا نعرف ما يسمى بقوتان متكافئتان قوتان F1 و F2 تكونان متكافئتين بكل بساطة إذا كان مقدارهما متساويين وإذا كانت تحدثان عزم دوران للجسم حول أي محور مثل حالة هذا الشكل لدينا جسم تحت تأثير قوة F في هذا الاتجاه قوة ناقص F في الاتجاه المعاكس تماما في هذه الحالة مقدار F كمقدار القوة الأولى خلينا نساميها F1 لديها نفس مقدار القوة الثانية وفي نفس الوقت تحدثان عزم دوران في هذه الحالة يكون الجسم في حالة ازدواج حسب التعريف التالي اللي راح نقوله الحين نفترض أن جسما مرتكزا حول محور يمر من مركز كتلته كما بهذا الشكل والقوتان لديهما نفس المقدار وتؤثران في اتجاهين متضادين وخطي عملهما متوازيين بالتالي القوتان تحدثان عزم دوران الجسم فتكونان القوتان متكافئتان وتكونان وتكونان عفوا ما يسمى بالازدواج أي هنا الجسم في حالة ازدواج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته